مراحل تصميم منهجية الشركة الناشئة المارينة المرحل الأولى تحديد الرؤية يتم تحديد المشكلة التي يتم حلها واستكشاف العميل ومطلباته الحالية ووضع الحلول المحددة الثاني يتم تحديد رحلة المستخدم وكيفية تتفق الوظائف المختلفة من وحدة لأخرى ستوضح أولويات المميزات وخريطة العمل المنتج وكذلك المنتج النهائي الثالث الاختيار يتم اختيار النموذج الأولي باستخدام اليومي للمنتج والتجريب للمنتج والوصول للمستخدمين الحقيقين وجمع البيانات والتغذية الراجعة منهم والتقييم المستمر منهم أو من المستخدمين للمشروع ثم المرحلة الأخيرة للتعلم والتكرار يتم جمع تقييم المستخدمين للمشروع وبناء على ذلك يحدد هل المشروع حل المشكلة أم يحتاج إلى المزيد من التحسين وهكذا لذلك تجد أن هذه المراحل في عملية تصميم منهجية الشركة الناشئة المرنة تمر عبر تحديد الرؤية لازم يكون عندك رؤية واضحة لازم تعرف بالضبط أنت وش ترغب في عملية تحقيقة ثم تبدأ بعملية تصميم النموذج الأولي لكيفية تدفق الوظائف المحتملة وكيفية الانتقال من وظيفة إلى وظيفة أخرى وما هي الأولويات وما هي خريطة العمل للمنتج النهائي ثم تبدأ بعملية اختيار هذا النموذج أو النموذج الأولي وكيفية الوصول إلى المنتج عبر المستخدمين الحقيقيين كيف لنا أن نجمع البيانات كيف لنا أن نستخدم التغذية الراجعة ونعمل عملية تقييم ونستفيد منها بعملية ما يسمى تنفيذ المشروع ثم نبدأ بعملية التعلم والتكرار بحيث يتم جمع تقييم المستخدمين وهي ما يسمى بتغذية الراجعة للمشروع وبناء على ذلك يحدد هل المشروع حل المشكلة أم يحتاج إلى مزيد من التحسين مزيد من التهيئة مزيد من طرح الرؤية لهذا المشروع